موسيقى اصطفى المهاجرون واللاجئون النازحون إلى أوروبا في طوابرة طويلة على الحدود بين اليونان ومقدونيا بعد تشديد الإجراءات الأمنية من قبل السلطات المقدونية مما أدى إلى زيادة الوقت اللازم لإتمام عمليات تسجيل اللجوء وتنص الإجراءات الجديدة على أن كل لاجئ يدخل مقدونيا سأخضع لمقابلة لمدة 30 دقيقة للتأكد من جنسيته حيث أن مقدونيا تسمح فقط للقادمين من سوريا والعراق وأفغانستان بإكمال رحلاتهم وسيتم منع أي لاجئ أو مهاجر يمتلك وثائق مزيفة أو لا يستطيع إثبات جنسيته من إكمال رحلته وتم بناء سوري يصل طوره إلى 37 كم على الحدود كما تمت الاستعانة بـ 54 ضابطا من جمهورية التشيك وسلوفاكيا للمساعدة في التحكم في تدفق اللاجئين المنسق الميداني للمفوضة العليا للأهم المتحدة لشؤون اللاجئين هناح باحبة لقد زادت الإجراءات الأمنية هذه الأيام بسبب فحص الوثائق لأن الشرطة تواجه الكثير من الوثائق المزيفة والكثير من المهاجرين غير الشرعيين وما تسبب في اتخاذ هذه الخطوات الحذرة وشهدت أوروبا على مدار الأشهر الماضية نزوح أكثر من مليون شخص من الشرق الأوسط حربا من الحروب والفقر متجهين نحو شمال أوروبا وخاصة ألمانيا على جانب آخر وفي الوقت الذي تتعرض فيه لضغوط متزايدة بسبب سياستها في السماح لدخول المهاجرين إلى بلادها اجتمعت المستشار الألمانية أنجلا ميركل مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند الأحد في مدينة سترازبورغ الفرنسية للتأكيد على الحاجة لحل على مستوى دول الاتحاد الأوروبي لأزمة اللاجئين ووافق كل من ميركل وأولوند على أن خطة العمل التي وضعتها المفوضية الأوروبية لمواجهة الأزمة هي أولوية حسب مقال مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي وتتضمن الخطة مساعدة اليونان في التحكم في حدودها وتعزيز وسائل تسجيل المهاجرين ومكافحة المهربين وتسريع إجراء ترحيل المهاجرين غير الشرعيين اشتركوا في القناة